السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسيني من قناة السرشاجي ازايكم عامليني اياه تماما اكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. النهاردة انا جايب لكم حاجة انا باستخدامها بقالي جديد لقات شهرين. الموضوع جامد جدا. الموضوع فعلا فعلا حاجة كويسة جدا في موضوع الاعشاب والاهتمام بالصحة وكده. انا عندي المورينجا مش عارفة انا عندي بشغل الكاميرا الامامية. فالمورينجا دي بتاع كبير ده كله. الهرم ده كله عبارة عن مية جرام. المورينجا دي فعلا فعلا انت هتستغرب من الفوائد اللي انا ولهلك. لان انا فعلا استغربت قبل ما اشتريها. يعني انا لما قريت اللي اقعليها وقريت الاستخدامات بتاعيها واريت كل حاجة. انا تخضيت والله العظيم. اه بص قبل ما اقلق اي حاجة انا مش حافز بصراحة. انا حبيت اللي انا انا طبعتها في ورقائي. بص المورينجا. اركز بها في اللي يقولو مدد للسكر مدد للرابو خافض للضغط خافض للاتهابات مدد للاتهابات يحافظ على الكبد مدد الاكسادة مدد للسرعة مدد للجرسيم مدد للسرطان مضر للبول ده كده الحاجات الي وفيها. تعالوا بقع نبص بقى الفيتامينات. انا طبعا من عمري ما احفز اللقت اللي انا اقولها لك كمان شوية دي. اللي ان اللقط اللي انا قولها لك دي حاجة بيراوي. بص المكتوب على العلبة اللي مكتوب على العلبة بيقولكnier 7 أضعاف فيتامين C اللي موجود في البرتقان 4 أضعاف فيتامينات اللي موجودة في التفاح 4 أضعاف الكالسيوم اللي موجود في اللبن 3 أضعاف البوتاسيوم اللي موجود في الموز 2 أضعاف موجود في الزبال ما جبتلك على الفيتامينات الموجودة على العلبة بس دي حاجات بسيطة قوي ده كتبين يعني ايه قوص صغير قوي كده أنا بقى جبتلك إنفو جرافيك جرافيك دي اللي هي صورة ان شاء الله بتحضير لك. لك نكون here على الفيديو الصورة دي اللي انا مسكها في اي دي. عشان الموضوع كبير قوي. بص بقى. اربع اضعاف الكالسيوم اللي موجود في اللبن. تلاتة اضعاف اللبن الموجود في اللبن. ادعاف البوتاسيوم اللي موجود في الموز. اه. خمسة وعشرين ضعاف الحديد اللي موجود في السبانخ. اتنين اه اه ضعافين البروتيني اللي موجود في اللبن. البلوفينول ده ده اللي انا عرفت ان هو حاجة بتثبت الوزن وبتزبط الوزن وكده والشهية اللي موجود في النبيز الاحمر او اللي هو البلوفينول فعلا الاحماض الامنية احماض امنية كلوروفيل ما عرفش كلوروفيل ده ايه يعني بيقول لك اربع اضعاف كلوروفيل اللي موجود في حشاشة الامح الفنتامينات بقى موجود فيه اربع اضعاف فيتامين ايه اللي موجود في الجزر سبع اضعاف فيتامين سي اللي موجود في البرتقون ١ ضعف فيتامينا بأيًилли موجود في اللحمة ٥ ضعف فيتامينا بأي 50 ضعف فيتامين ثلاثة 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 اضعاف الحديد بس كده كفية اوى كده بص انا بصراحة انا اصلا لو قلتلك انا هعرف احفاظها انا مش ادر احفاظها ومش هعرف احفاظها المورينجا عشب فعلا جمد اوى انا غربته حتى رحته مقبولة شوية لان انا عندي مشكلة في الروايح دي بازات تلاقيين انا على طول قبل ما ام انا اي حاجة لازم اشم راحتها مقبولة راحت اعشاب او راحت اوراق شجر حاجة زي كده انا باشربها ازاي باشربها ده سعب ده يعني حاجة سعبة اه مش عارف شايفينها ازاي بس هي لونها مغدر اهي لونها مغدر عشبي اهو اه لونها مغدر عشبي يعني تلاقيها مش اه لونها اخدر كده عشبي اه العلبة دي انا جبتها من حوالي ثلاث شهور انا معرفش بتتباعها في مصر ولا لا اقا اجابها من بره اه الحاجة دي فعلا فعلا محترمة جدا انا باشربها على اه بحط ربع معلقة لان هي بتنفش او زي اوراق الشاي بحط ربع معلقة وبصب عليها الماء السخنة وبعد كده قلب هي بترقد الورقة ده بيرقد في القاعة تحت وبعد كده باشربها وباشربها مثلا حوالي مرتين او ثلاث مرات في اليوم فعلا فعلا كويسة جدا فعلا بتفيد وده مش حل السحري يا جماعة لا انا عايز اقولك لان الحل السحري ان انت متشربش المورينجا بس وتعتمد ان انت تاخد كل الفيتامينات او كل حاجة منها بس لا انت مسلا تاكل اكل صحي تلعب رياضة وهكذا الدايرة دي كلها بتكتمل وبتقفل كل حاجة المورينجا دي بصراحة عشب كويسة او انا باشربه لما بكون بطني وجعاني وكده كده انا باشرب انا مانهوات انا كائن الشاي الاخضر فلما ندت المورينجا بقيت كائن الشاي اللي أخدر والمورينجا فبصراحة الموضوع حلو قوي أتمنى أن تجربوه ولو عايزيني أجيب لكم أي حاجة تاني الحمد لله يعني إن شاء الله قدر أجيبها وإن شاء الله قدر أجيبها من بره كمان فقولولي أي حاجة أنا تحت أمركم ومسلا ما تنسوش تقولولي تعليقاتكم عن المورينجا وعن منتج المورينجا وعن أي اللي أنتوا عايزين تشوفوه على المورينجا وإيه عايزين تعرفوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة